ألقت السلطات البرازيلية القبض على ما يقارب من عشرين شخصاً في إطار عملية واسعة ضد الفساد وغسل الأموال تطال شركة النفط العملاقة الأكبر في البلاد بيترو براس من بين الموقفين يبرز سمور نارتو دوكوا وهو مدير سابق للشركة الخاضعة لسيطرة الدولة مندوب الشرطة الاتحادية في البرازيل يقول العديد من العقود التي يجري التحقيق بشأنها تم إبرامها في اتفاقات سابقة مع مجموعات تحمل صفات العصابات وتتمتع بنظام يخولها تحويل الأموال إلى مسؤولين سياسيين وشخصية عامة فضيحة الفساد في بيترو براس بدأت في أبار ماريس الماضي عندما اعتقلت الشرطة مدير الشركة السابق باولو روبرتو كوستا في شهادته أفاد كوستا بأن الشركة النفطية خلال فترة رئاسته كانت تحاول ثلاثة في المئة من قيمة أي تعاقد إلى أحزاب الاتلاف الحاكم وبخاصة إلى حزب العمال الذي تنتمي إليه الرئيسة الحالية ديلما روسف